النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين في مجموعة بعد مباراة الوداد يعني استقرت وما رجعتش مع الباسة اللي انضمامها للمنتخب المصري اللي كان لي مباراة يعني المباراة الاخيرة والجولة الاخيرة في التصفيات المؤهلة الكأس أمم أفريقيا أمام المنتخب الغيني طبعا فاز المنتخب المصري بنتيجة اتنين واحد بنقوله ألف مبروك ألف مبروك ليه منتخبنا وطبيعي يعني مش عايزين لكبر الموضوع طبيعي جدا منتخب مصر يصعد إلى نهايات أمم أفريقيا في ظل المجموعة اللي كان متواجد فيها لكن كمان كان مهم نحن كمان مسيرة انتصارات كبيرة جدا مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر منتخب مصر بيصل إلى نهايات كأس الأمم الأفريقية والهدف الأساسي لكل اللاعبين وهدفنا كمان كجماهير ومحبي للكورة المصرية هي الحصول على هذه البطولة الكبيرة والبطولة الغالية اللي يمكن السنة اللي فاتت خسرناها أمام السنغال فيه طبعا كانت مباراة كبيرة جدا ولكن مشوار جديد مع روي فيتوريا الحقيقة استراتيجية جديدة مع روي فيتوريا أرقام جديدة من خلال كمان أرقام فيتوريا معانا طبعا النهاردة في الحلقة طبعا أحمد بيومي ده متخصص طبعا ومحلل الكرة العالمية والمحلية يكون متواجد معانا عن التكلم على الملف ده غير طبعا اتنين من نجمنا كابتن أحمد بلال وكابتن عمر الحديدي نتكلم عن النادي الآلي ومنتخب مصر ونتكلم عن الدوري والدوري الدرجة التانية ونتكلم عن ملفاتنا الحقيقة النهاردة كتير جدا في المحترف ترجمة نانسي قنقر